معنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة عميد يحيى مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إلى أين يسير التصعيد بين بغداد وأربيل بالتحديد نتحدث عن القوات العراقية وقوات البيش ماركة بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى مرحبكم كرام خواة صادحية قلبة مستخدمية عاصمة مسترسة لها أقمال فاجباتها بعملية تحرير طباء العودة والمنافذ والنوافذ القرى السابعة عدة وهي الآن موجودة لفرغ الأمن والنظام وأيضا لرفع مخلفات عناصر الصندوق المشتركة تفعاتها متواجدة على أراضي عراقية وهي تقوم مثل ما أشرت لعملية فرغ الأمن والنظام طيب سيادة العميد إذا سمحت ممكن إعادة ما ذكرت حضرتك كون أن الصوت كان غير واضح من المصدر من فضلك أنا أشت في كلامي أن قواتنا الآن أبطل مستخدمية العراقية هي متواجدة بعد عمليات التحرير التي خابتها بعملية تحرير طباء الحويدة والنوافذ والقرى السابعة وهو الذي يقع في نوم الغرب كارسوك والآن قطعتنا تقوم بعملية فرغ الأمن والنظام وفصل صيحة على عادل المناطق الغاية هنا هو أولا القيام بعمليات التحرير ورفع مخلفات عناصر الصندوق المرهادي وثانيا مشكل الأرض بقوة وعدم السماع مرة ثانية بعودة الأرهابيين وإن شاء الله نخصر لعودة العوائل التي نزحت بالقوة والإكرار والإجبار وقبل عناصر الصندوق المرهادي فطعات تقوم بواجبها من الخطة التي وضعتها على الأراضي العراقية بتاع بعاد الحكومة الاتحادية العراقية إذن يمكن القول هذا ما سيحدث بعد انتهاء مهلة انسحاب البياشمرقة من كاركوك ماذا عميد يحيى؟ أنا شمسي كلامي نحن نتواجل على العراضي العراقية بنواجد تقوات مستركة العراقية أن نحن نشتعب العراقي كل أطياف ومثمياته وخومياته وثياناته ومداحفه أيضا كنا وكان لدينا تنسيق مع القوات البيش ملتية خلال عمرية تحريحة جيدة الموصل وفينة اللعفات وحتى في الحويقية أنا أتفاجأ بهذا التهويل الكبير لوجود قطعات الدولة الاتحادية وهي تحرر وتطهر البناطق وتفرض وتبسط الأمن والنبام طيب يعني حضرتك عميد يحيى تنفي أن هناك اشتباكات بين القوات الكردية والقوات العراقية أو مستقبلا يمكن أن تحدث أيضا؟ يعني أولا نحن لا نتمنى أن تكون هناك اشتباكات بينه وبين قوات البيش ملتية والأقضية والنواحي والقرى في سلعفات وأيضا في قضاء الحويقية ولم تسجل لدينا استباكات مع قوات البيش ملتية نحن نعمل ضمن توجيهات السيد القاعد العام لقوات المستلحة الدكتور حيدر العباد المحترم قوات الدولة الاتحادية القطاعات المستركة العراقية عملنا هو أن نحافظ على الشعب العراقي أن نرصد الأمن والنظام وأن لا نسمح لعودة الإرهابين مرة ثانية باتجاه هذه المناطق التي كانت تحرير طيب هناك من يستساءل الحشود حول كاركوك ما الهدف منها عميد يحيى من قبل قوات البيش مرقى أنا أعتقد هناك تخوف قوات البيش مرقى بشكل كبير حقيقة لا داعي لهذا التخوف كلام السيد القاعد العام لقوات المستلحة كانوا بخوصري وأعتقد أن هذه المسالة ستحل في الحوار مع حكومة أقليم كردستان وإن شاء الله لن تصل بين القطاعات المستركة وبين قوات البيش مرقى إلى الفجود التي لا نرىها مناسبة وإن شاء الله سنزع هذا الفتيب وما يهمنا هو أن نحافظ بسماع الشرط على العراقية وعلى الشعب العراقي الشعب الكردي شعبنا أهم ناسنا ونحن لدينا حقيقة تعامل مع يعني الشعب الكردي منذ فترة طويلة ونواجبنا أن نحن أيضا حتى الشعب الكردي تقطاعات مشتركة عراقية شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ترجمة نانسي قنقر